امواج بحر ايجا تثور مجددا منذرة بالاسوأ خبر اليوم تركيا تتهم اليونان بانتهاك القانون الدولي باجرائها تدريبات عسكرية في تصعيد غير مسبوق على خلفية ازمة الانقلابيين الاتراك اللاجئين في اليونان وفي بقية الخبر قراءة في مدى جدية التصعيد بين البلدين وتداعيته على الملفات الاقليمية الحارقة وعلى رأسها ازمة اللاجئين والقضية القبرصية اهلا بكم مشاهدينا الى حلقة جديدة من برنامج للخبر بقية اتهمت تركيا اليونان بالتهاك القانون الدولي عبر اجرائها تدريبات عسكرية على جزيرة في بحر ايجا في تصعيد لخلاف بين البلدين العضوين في حلف شمال الاطلسي من جهتها اتهمت اثنى انقرة بانتهاك مجالها الجوي عديد المرات وتصاعد التوتر بين البلدين منذ ان رفضت محكمة يونانية الاسبوع الماضي تسليم ثمانية جنود اتراك تتهمهم انقرة بالضلوع في محاولات الانقلاب ضد الرئيس اردوغان الصيف الماضي وهددت انقرة على لسان وزير خارجيتها بان التوتر بين البلدين قد يصل الى نقطة لا رجع توتر جديد بين تركيا واليونان ينهض من تحت انقاض خلافات الماضي على الارض ويعود الى الحرب العالمية الاولى فتير التوتر اشعلته صورة لرئيس هيئة الاركان التركية خلوص اكار في بحر يجا تظهر خلفه جزيرة ايميا او كارداك المتنازع عليها مع اليونان زورق يونانيون يخترق ارض البحر بموازات البارجة التركية التي صوبت رشاشة نحو اليونان تكشف عمق الازمة هذا التوتر يعيد الى الاذهان صورة اخرى تعود الى عام 1996 اظهرت صحفيا تركيا يقوم بنزع العلم اليوناني ويضع علم تركيا على صخور الجزيرة المتنازع على ملكيتها اقترب البلدان اثرها حد الحرب قبل توسط الرئيس الامريكي الاسبق بالكلنتون لنزع فتيل الازمة الشد التركي الجديد يأتي غداة رفض اثناء تسليم ثمانية عسكريين الى انقرة على خلفية مشاركتهم في الانقلاب الفاشل يوم الخامس عشر من تموز الماضي المحكمة اليونانية العليا قضت بعدم تسليمهم الى انقرة لكنها طالبت باعادة المحكمة وهددت اليونان بالغاء اتفاقية اعادة قبول اللاجئين معها وفي حلقة جديدة من مسلسل التوتر المتصعد بين البلدين اتهمت تركيا اليونان بانتهاك القانون الدولي باجرائها تدريبات عسكرية على جزيرة في بحر ايجا انغر ذهبت ابعد باتهامها اليونان باستفزازها وحذرت من انه ربما لا تكون رجعة اذا تصعد التوتر ندعو جارتنا اليونان الى الاحجام عن الافعال احدية الجانب التي قد تثير توترات وتتعرض مع القانون الدولي اما اليونان فاتهمت جارتها بانتهاك مجالها الجوي مرات عديدة وسطها وجنوب بحر ايجا تصرفات تركيا تبدو كأنها محاولة لتغطي على ازمتها الداخلية قمنا بابلاغ كل الحلفاء والشركاء في حلف شمال الاطلسي وشركائنا في الاتحاد الاوروبي بل والامم المتحدة ايضا بان تركيا ربما تتصرف احيانا بعصبية لكن الموقف التركي لم يقتصر على قضية لجوء جنودها الى اليونان بل بدى يبرز رفضها لمسارحا للقضية القبرصية اذ اجتمع زعيم القبارصة الاتراكي ونظيره القبرصي اليوناني باشراف دولي في جنيف لحل ازمة شطري القبرص مفاوضات وصفت بالفرصة الاخيرة لحل واحد من اقدم واعقد النزاعة في العالم لكن التصعيد الميداني الاخير في عرض البحر بدى يكشف صعوبة حل خلافات البلدين الجارين اللدودين معي من انقرة باكير اتجان الباحث السياسي ومن اثناء دكتور عارف عبيد استاذ العلوم السياسية في جامعة البانكيو ومن الرياض دكتور سمير صالحة استاذ العلاقات الدولية في جامعة اسطنبول سيد باكير اتجان لماذا وصل الامر بين البلدين الى حد ان يقول وزير خارجية تركيا ان الامور قد تبلغ نقطة لا رجعة يعني يجب ان نعرف جيدا بعد الاتفاقية التي وقعت بين تركيا ودول الاتحاد الاوروبي وعلى رأسها الطبيعي اليونان لان هذه الاتفاقية كانت تهم اليونان اكثر من الدول الاخرى لان مئات اللاجئين يوميا يتدفقون كانوا من الاراضي التركية الى داخل اليونان ولكن للأسف الشديد السلطات اليونانية عندما حاولت هناك محاولة انقلابية وهرب حوالي 8 اشخاص الذين كانوا هم يعني اعتدوا وكانوا يريدون في نفس الوقت قتل الرئيس الجمهورية طيب اردوغان في المكان الذي كان في بحر يعني في مصيف في بحر ايجا فهربوا عندما كشفت الامر هربوا الى اليونان وسلمت بالطائرة طبيعي سلمت الطائرة ولكن تركيا منذ اللحظات الاولى طالبت بتسليم الجنود للفارين لانهم هؤلاء يعتبرون يعني ليسوا عاديين وانما هم قاموا باختيال وتدبير محاولة انقلابية ومحاولة قتل رئيس الجمهورية ولكن في البداية السلطات اليونانية كانت تقول نعم خلال فترة زمنية قصيرة سوف نسلم هؤلاء الجنود ولكن يجب ان تكون هنا بعض المعاملات الخاصة ومن ثم نسلمهم ولكن كما هو معروف للأسف الشديد اليونان فيما بعد رفضت تسليمهم لان اسيادهم وعلى رأس ألمانيا والولايات المتحدة رفضوا او طلبوا من اليونان بعدم تسليمهم الى هذا الحاجة الموضوع قرار سياسي تخضع فيه أثناء لضغوط أوروبية لكي لا تسلم هؤلاء العسكرين الثمانية وليس موضوعا قضائيا المحكمة العليا في اليونان رفضت تسليم هؤلاء ولكن يا سيد العزيز المحكمة العليا اذا كانت فعلا تريد ان تعطي القرار الصحيح لن تكون على هذا الشكل يعني في البداية يقولون نحن على حق سوف نسلمهم خلال 15-20 يوم والان 17 ولن يسلموا وبالعكس قالوا بان هؤلاء لاجئين فاذا كانوا هؤلاء لاجئين اذا اللاجئين السوريين الذين ياربون من الموت اللاجئين العراقين اللاجئين الاخرين لماذا نحن نستلمهم لماذا هؤلاء لا يحق لهم ان يعني يقدموا اللجوء في اي بلد وخاصة اذا كان عندهم قضاء كما يحكم ويدعون بحقوق الانسان وكيف هؤلاء يحق لهم ان يقول ان يحمل صفات اللاجئين هنا في تناقض في المعاملة تناقض بكوش وضح تماما استاذ اتجان هذا ليس قرار سياسي دكتور عارف عبد لماذا تستفز اليونان جارتها الكبرى تركيا بهذه التصرفات لماذا لا تسلم اشخاص ارادوا قتل رئيس الجمهورية التركية مساء الخير من اثينا اولا اود ان اوضح لكم ولزميلي من تركيا التالي فعلا رئيس الوزراء اليوناني وعد رسميا الحكومة التركية بتسليم الثمانية عسكريين الذين كانوا مسؤولين من جملة العسكريين في تركيا عن الانقلاب الفاشل الذي حدث في تركيا ومحاولة انقلاب على الرئيس اردوغان المنتخب ديمقراطيا في بلده من قبل الشعب التركي ولكن يجب ان ننظر الى الدستور اليوناني الدستور اليوناني يعطي القدرة لكل مواطن اجنبي يدخل الى اليونان ان يلجأ الى القضاء من اجل الحصول على حقه طبعا العسكريين الثمانية لجأوا الى المحكمة الدستورية العليا وهناك طاقة من المحامين اليونانيين يساعدهم بشكل كبير وهذا يعني بأن السلك القضايا اليوناني مختلف عن السلك السياسي بالتأكيد الحكومة اليونانية ترغب بتسليم وانا متأكد من ذلك ولكن هناك ايضا ضغوطات اوروبية واقد هذا ذلك ولكن الوسيلة الوحيدة التي يمكن لهؤلاء العسكريين ان يبقوا للحفاظ على حياتهم لان الحكومة التركية رفضت اعطاء اي ضمنات على حياتهم وخصوصا بعد احتمال عودة عقوبة الاعدام الى تركيا اذا تم اقرارها من البرلمان التركي ولهذا السبب الرئيسي تعتبر هذه الوسيلة الوحيدة من اجل بقاهم لليونان الان القرار ببقاء هؤلاء العسكريين الثمانية الاتراك في اليونان يعود الى مديرية اللجوء العامة في اليونان هي المسؤولة فاذا تم اعطاهم اللجوء سيبقوا في اليونان اذا لم يتم اعطاهم فعليهم ترك اليونان والذهاب الى بلد اخر سيد دكتور عارف عبد تركيا قدمت طلبا ثانيا لليونان لتسليم هؤلاء تتوقع ان القضية هي رهن القضاء لن تتدخل حكومة ابدا بالتأكيد هناك ضغوطات تركية ليست فقط على اليونان يعني اذا نظرنا الى الحالة بشكل عام للعسكريين الاتراك الذين تركوا الاراضي التركية ولاجئوا الى دول الاتحاد العوربي هناك اكثر من انمتين حالة كم من الحالات تم تسليمها الى تركيا لا تتزاود الاثنى عشر حالة يعني هناك تقريبا مية وتسعين حالة بنفس حالة الثمانية عساكر الاتراك الذين موجودين في اليونان طيب لماذا التأكيد فقط على وجهة نظر اليونانية واتهام اليونان بانها لا تريد تسليمها مع العلم بان الموقف هو باعتبار موقف اوروبي موحد وليس فقط موقف يوناني لان اليونان تعتبر جزء لا يتجزء من دول الاتحاد الاوروبي لهذا السبب باعتقادي هناك سياسة اوروبية واحدة تجاه هذا الموضوع دكتور سمير صالحة في الرياض يعني الامر بين التركيا واليونان لم يقتصر على القنوات السياسية او حتى القضائية وصل الى مواجهات عسكرية مباشرة وغير مباشرة في بحر ايجي لماذا تدهورت الامور بين البلدين بهذه السرعة نعم مساء الخير لك اولا ولضيفك ولمتابعيك في هذه الحلقة طبعا يعني تسخين المياه في بحر ايجي ليست هي المرة الاولى ولن تكون الاخيرة برأيي لانه هذا التوتر التركي اليوناني موجود منذ قرون بدل ان اقول لك من عقود حتى اسبابه كثيرة لكن انا لا اريد ان ادخل في التفاصيل التاريخية والدينية والسياسية وغيرها فقط اريد ان نبدأ في السنوات الاخيرة يعني اذا احصينا عدد اسباب التباعد التركي اليوناني فهي لا تنحصر فقط في بحر ايجي في بحر ايجي فقط هناك اكثر من اربع اسباب للخلاف والتباعد بين البلدين في تحديد الاستخدام المياه الاقليمية في البحر مثلا استخدام الجزر الطيران الجوي فوق البحر وغير ذلك لكن اريد ان اقول لك باختصار انه الان كان هناك رهان على تحسن في العلاقات بين البلدين متى بدأ هذا الرهان على التحسن انه الغرب حاول دائما ان يأخذ تركيا واليونان ويضعهما على مستوى واحد في علاقاته معهما ما الذي فعله قبل تركيا واليونان في حلف شمال الاطلسي قبلهما في المجلس الاوروبي عام 1949 وفتح الابواب امام العضوية في الاتحاد الاوروبي هذه المرة منذ عام 1959 للبلدين اذا رغبة غربية واضحة طبعا غربية عندما اقول اقصد اوروبا والولايات المتحدة الامريكية ايضا اكثر من مرة حدث توتر بين البلدين لأكثر من سبب كانت الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي يدخلها على الخط ويعلم باتجاه التهدئة هذه المرة ايضا ممكن التهدئة لكن اريد ان اقول لك انه هذه التهدئة تبقى صنعية مؤقتة وضرفية لانه اسباب الخلاف كثيرة كثيرة دكتور سامير صالحة لو سمحتني بالضبط هذه النقطة مشاهدين كما ذكر دكتور سامير صالحة الخلاف مشاهدين في بحر ايجي بين اليونان وتركيا يعود الى عقود خلط ورغم المعاهدات العديدة التي حاولت تنظيم العلاقات بين البلدين في هذه المنطقة البحرية الاستراتيجية بالذات الا ان تراكمات التاريخ وحتميات الجغرافية فرضت امرا واقعا معقدا نتعرف على بعض النقاط الخلافية في بحر ايجي بين تركيا واليونان اشتركوا في القناة قبل ايام زار رئيس الاركان التركي خلوصي اكار جزيرة كارداك او ايميا كما تسمى باليونانية وهناك ايضا مقاتلات تابعة لسلاح الجوال التركي خرقت الاجواء التركية اليونانية 138 مرة بحسب ما تقول اليونان هل تحاول تركيا الضغط على اثنى لانتزاع تنازلات بخصوص العسكريين طبيعي ولكن اريد ان قبل الاجابة على سؤالك ان اريد ان اجيب السيد عارف من اثنى لانه اتهمة بقول بان تركيا ربما لن تعطي ضمانات حول الاعدام وما شبه ذلك يجب ان يعرف السيد عارف وكل العالم بان القرارات القانونية وخاصة من قانون الاعدام لا تمشي الى الوراء بهذا الشكل يعني هؤلاء اذا كانوا مزدبي قبل سبعة اشهر واذا حكم عليهم لا يعني بان الاعدام لو جاءت في قرار برلماني لا يستطيع الا ان تنفس بعد الان اذا حصل يعني اي شيء بعد الان ولكن ليس للذين سجنوا او الذين لهم مشاكل قبل هذه الفترة اعلان هذا الدسع علما بان الاعدام حتى في البرلمان او حتى كقانون لم يطلب من البرلمان تعديل او تغيير في هذا القانون لذلك هذه الاتهامات للأسف الشديد غير صحيحة وشكلية وتتعارض مع القانون والدستور الموجود في تركيا والسيد يعرف جيدا ما يقوله وهذه الاتهامات للأسف الشديد يعني اجبنا على السؤال سيد ادهجان لو سمحت تركيا الان تضغط عسكرية نسبة طبيعي لماذا لان المنطقة التي حصلت فيها الزيارة رئيس الاركان قبل ثلاثة ايام كانت ليست من اجل الضغط فقط وانما كما اشار ضيفك العزيز من الرياض سيد سمير صالحة هناك خلافات منذ فترة طويلة وما زالت واهم خلاف موجود الان هي منطقة هذه القردق التي هي جزيرة صغيرة وتعود الى سنين ايضا ولكن في الفترة الراهنة الان ليست تجهد ولكن الرئيس الاركان كان عليه لان هناك تطبيقات عسكرية من طرف هذه صورة مشاهدين جنرال خلوصي اكار رئيس الاركان التركي قبل ثلاثة ايام وهو يزور الجزيرتان كما تشاهدون الجزيرتان واضحتان جدا في الشاشة وهناك زورق عسكري يوناني بالقرب من السفينة التي كان يستقلها رئيس الاركان التركي دكتور عارف عبد اليس هذا استفزازا يونانيا ايضا يعني اليونان لم تقصر ايضا اجرت مناورات واعترضت سفينة رئيس الاركان التركي اولا الموضوع هو اكبر من ذلك والموضوع معقد وبشكل كبير سأحلله لك ولكن اود ان اقول لزميلي من تركيا بان المحكمة العليا اليونانية الدستورية العليا هي من اقرت بان حياة العسكرين الثمانية فيها في خطر ولهذا السبب يجب عدم تسليمهم الى تركيا اذا هذا رأي المحكمة الدستورية العليا وهذا القرار لم اتقده انا ثانيا فيما يخص العلاقات التركية اليونانية بكل صراحة يعني هو ملف معقد وله جدور تاريخية وبالتأكيد له ايطلا يعني ينبع من اصول دينية فاليونان ينظرون الى الاتراك بينهم كانوا دولة محتلة ودولة مسلمة احتلت دولة مسيحية وما زالت للأسف يعني هذه الافكار وهذا الطابع موجود في المنظومات التربوية اليونانية في المدارس في الجامعات ولم يتغير وهذا بحاجة الى عمل كبير ثانيا هناك قضية اخرى مهمة مشكلة القضية القبرصية التي لم تحل منذ عام 1974 وهناك قرارات بهية المنظوم التحت فيما يخص هذا الموضوع بالتأكيد هناك امور ظهرت منذ عشر سنوات بسبب الازمة الاقتصادية في اليونان دكتور عارف عبد لم تجدني على السؤال هل ترد اليونان على التحركات العسكرية التركية التي وصفتها بالاستفزازية بتحركات استفزازية ايضا؟ يا استاذ انا ما فينا سميها تحركات استفزازية تركيا سمتها استفزازية؟ طبيعة المنطقة خلي بس لحظة السبب انظر الآن بين امريكا والمكسيك كم من اختراق الطائرات يوميا بين الصين وبين اليابان طيب يعني لماذا لا في المجال الجوي من الصعب حصر عمليات الاختراق ان كانت من الطرف التركي او كانت من الطرف اليوناني لان البعد احيانا بعض الجزر اليونانية بعيدة واحد كيلو متر فقط من الارهاد تركيا كما تعرف وخسرتها تركيا بعد الحرب العالمية الاولى دكتور سمير صالحة في الرياض الى اين يصل هذا التصعيد العسكري لو سمحت لي؟ هل يبقى تحت سقف محكوم ومحدد ام لا قد تنفلت الامور فعلا؟ يعني طبعا حسب بناء على التجارب والتوترات السابقة طبعا سينتهي هذا التوتر بشكل او باخر لكن هذه المرة اقول لك ان المسائل ايضا معقدة كثيرا يعني قبل ساعات من الان لا اعرف اذا كان الخبر موجود عندك تم توقيف احد المواطنين الاتراك بتهمة تصوير بعض المواقع في ميناء قريب من اثينا العاصمة اليونانية هذا جديد وهذا التطور يؤكد انه التصوير قد يكون موارد ايضا نعم هذه نقطة اولى نقطة ثانية هل الغرب كما فعل دائما سيتحرك باتجاه التادئة المشكلة الان هي ان من الذي سيتحرك في الغرب تركيا علاقاتها متوترة مع الولايات المتحدة الامريكية لاكثر من سبب اقليمي نقطة اولى تركيا علاقاتها متوترة مع الاتحاد الاوروبي بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة وعدم وقوف هذه الكثير من هذه العواصم الى جانب تركيا انا موجود امامي الان قرار المحكمة للدستورية العليا في اليونان نحن نحترم القضاء لكن التبريرات التي قدمها غير مقنعة اتناقا يبني على فرضيات بان تركيا ستعامل هؤلاء الاشخاص بهذه الطريقة لا يمكن للقانون قصوصا القانون الدولي ان يناقش بهذا الشكل نحن قدمنا وثائق وادل انهم متهمين مباشرة في عملية انقلابية واستهداف الرئيس التركيا لا يستشهد بتقارير منظمات حقوقية وشهادات البعض المعتقلين بانهم اسيئة معاملتهم في السجون التركية وايضا الخوف من اعادة عقوبة الاعدام دكتور سيد اتجان في انقرة اليونان تقول ان تركيا تفعل كل هذا التصعيد العسكري والسياسي لتصدير ازمتها الداخلية الى الخارج تريد افتعال ازمة مع اليونان للفت انظار الشعب التركي ما رأيك؟ لا طبيعا لن وافق وغير ممكن لان تركيا ليست كما يدع عندها اي مشكلة داخليا خاصة الان الامور كلها على ما يرام ان كانت من الناحية الاقتصادية او السياسية افضل بكثير من اليونان ولذلك اذا قلنا العكس ممكن ان يكون صعيبا لكن بالنسبة لتركيا هذا غير صحيح خاصة داخليا هناك استقرار اقتصادي وسياسي مقارنة مع دول حتى الجوار كلها لذلك تركيا في الحمد لله بخير ولن تحتاج الى هذه الامور ابدا ولكن نقطة مهمة كما اشار اليها الدكتور سبير الذي قبض عليه بتهمة التجسس لصالح تركيا سوف يحاكم والان موضوع في السجد وهذا ايضا استفزاز يوناني بامتياز لان هذا الشخص عندما يصور هذه التطبيقات من بعيد لا يعني بانه ايضا يتجسس وهذه ايضا قانونيا واخلاقيا غير ممكن لان هذا صحيح وموجود في الاراضي اليونانية دكتور عارف عبد ايضا اليونان عندها مشاكل كثيرة بلد على شفير الافلاس هل هي فعلا بوسعها التصعيد مع دولة كبرى وقوة كبرى مثل تركيا ام في الواقع ان اثينا تستقوي على انقرة بحلف الناتو والاتحاد الاوروبي استاذ اولا اثينا فعلا تمر باسماء اقتصادية خانقة وديونها تتجاوز يعني ال 380 مليار يورو هذا الامر مهم جدا لأي تصعيد ثانيا اثينا تحاول يعني ان تحافظ على سيادتها الوطنية وعن تحمي حدودها ولكن ضمن يعني الاصول القانونية والدولية واقض لك بان اثينا هي من الدول الاوروبية الاولى التي ادانت الانقلاب في تركيا ولم تنتظر حتى تنحسب نتيجة الانقلاب لتقول انا مع هذا او مع ذاك الحكومة اليونانية دعمت الحكومة الديمقراطية في تركيا حكومة الرئيس الشرعي لتركيا الرئيس اردوغان يعني يجب ان ناخد دائما النقاط الايجابية ولا يكفي فقط ان نركز على النقاط السلبية لان معظم الخلافات بين اليونان والاتراك هي خلافات ذات طبيعة سياسية وذات طبيعة قانونية يعني سؤال لماذا لم يلجأ لبيدان الى المحكمة الدولية لحل مشاكلهما بالعكس انا باعتقادي بان حتى الدولتين اليونان وتركيا وقعاتها يعني ضحية للدول العظمى لانظر عبر عشرات السنوات كم صرفت من اجل النفقات العسكرية التركية وكذلك بنفس الوضع اليونان من اجل هذا الصراع المستمر منذ سنوات عديدة ست مليارات يورو كانت تصرف اليونان لمواجهة تركيا وبالمقابل تركيا كانت تصرف نفس المبلغ اذا الطريق الوحيد هو الطريق الدبلوماسي دكتور سامير صالحة هل مسموح اقليميا ودوليا ان تنفجر الاوضاع بين اليونان وتركيا ام لا في النهاية سيوضع حد للبلدين طبعا يعني ليس بمصلحة الدول الغربية بدرجة الاساسية ان يخسر حليفين اساسيين مثل تركيا واليونان في هذه الاجواء الاقليمية والدولية الصعبة التي تمر بها المنطقة لكن المؤسف هو ان انقرة واثنان لم يذهبا باتجاه التسويات هذه النزاعات الاتحاد الاوروبي كان عنده اكثر من صيغة تسوية وايضا لم يتحرك بما فيه الكفاية نقطة الخلاف الاساسية الان تركيا تريد ان تذهب بحوار ونقاش مع اليونان في كل ملفات الخلاف في رزمة واحدة اليونان تريد ان يتم فصل كل ملف على حدة يناقش بشكل منفصل هذه النقطة الان لم تحل اذا ما دخلنا في تسوية فعلية ربما انا اقول لك اكثر من ذلك الان في مشاريع استراتيجية مشتركة على المستوى الاقليمي وهناك اكثر من فرصة للبلدين ليتعاون وينسقها استراتيجيا مثلا مشروع نقل الطاقة الغاز الروسي كما تعرف اليونان جزء ستكون من هذا المشروع لذلك فرص التقارب اكثر بكثير برأيه اذا ما كان الجانبان يبحث عن تسوية لكن على الارض لا نرى مع الاسف هذا الحراق بهذا الاتجاه ونرى العكس في الواقع شكرا لك من الرياضة الدكتور سمير صالحة استاذ العلاقات الدولية في جامعة اسطنبول وشكرا لضيفنا في انقرة باكير اتجان الباحث السياسي وشكرا لضيفنا من اثينا الدكتور عارف عبيد استاذ العلوم السياسية في جامعة البانجيو وشكرا لكم انتم مشاهدين على بقائكم معنا الى لقاء غدا في بقية خبر جديد كنوا بخير موسيقى موسيقى موسيقى